أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحة في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعدمداني في غزة الليلة وطلب السفير حسام زاكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادا لمدة ثلاثة أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بمنزلاء المستشفى العزل عمدا